لا مولا تهرام لا مولا تهرام لا مولا تهرام الشارع هو أحدث وسائل التصعيد التي لجأ إليها السكان في تعز مؤخرا للمطالبة بتوفير خدمة الكهرباء الحكومية المنقطعة منذ أكثر من تسع سنوات يتهم السكان سلطة المحلية ومسؤوليها بالفساد وعلى رأسهم محافظ المحافظة نبيل شمسان الذي تولى منصبه قبل أربع سنوات دون أن يقدم شيئا ملموسا على المستوى الخدمي حد قول المتظاهرين أعز اليوم تنتفق من أجل النور الذي أظلم ولا زال يظلم عليها تحكمنا عصابة مصوص يعني لا محافظ لاوك لا يحسب معانة الشعب يحسب معانة المواطن نحن لا نقدر شمي ونكمل مع الكهرباء التجاري المطالبة بالكهرباء قائمة منذ سنوات لكنها في الفترة الأخيرة تجددت بدءا بحملة إلكترونية أطلقها ناشطنا وتفاعل معها المواطنون قبل أربعة شهر تقريبا لتتجاوب معها السلطات وتعمل على بدء عملية الصيانة لمحاطة كهرباء عصيفرة إلا أن نشطاء يقولون إن هناك تهربا من مسؤولي المحافظة من استكمال أعمال الصيانة وتوفير الوقود فأين وصلت أعمال الصيانة وما المتبقي لإنجازها سألنا الجهات المختصة تم صيانة المولدات واحد اثنين نفس المشكلة انتظار الزيوت انتظار الوقود كذلك إصلاح مولدة الطوارئ أو توفير البديل لنتمكن من تشغيل مساعدات المحطة والدخول في التوليد الرسمي لمحطة وقبل أيام شكل محافظ المحافظة لجنة لدراسة وتحديد متطلبات استكمال لتشغيل محطة عصيفرة وإصلاح شبكتها الخارجية لكن الكثير يعتبرونها خطوة تقديرية متأخرة بهدف امتصاص غضب الشارع وما طلت السلطة المحلية في إعادة خدمة التيار الكهرباء الحكومي هو السبب واحد ضمن مجموعة أسباب أبرزها غياب الخدمات دفعت الناس للخروج في تظاهرات تطالب برحيل المحافظة وتغيير منظومة الفساد أيمن قائد أيمن شرع تعز